عقد وزير الخارجية سابع شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نائب رئيس المفوضية الممثل الأهلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل وخلال أعمالي الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل وخلال المؤتمر المشترك أعلن وزير الخارجية أن هناك تعاونا مثمرا مع شركاء في أوروبا في جميع المجالات وإذا ركزنا على العلاقات الثنائية هناك إرادة ثنائية لدعم أو لتعزيز التعاون وبدء علاقات من شأنها تدعم استقلالنا ونحن نقدر بشدة الدعم الذي تعطوه لنا وسنستمر في العمل على ستة قواعد التي تنشئ التعاون بأكملها من الاقتصاد والاجتماع والسياسة ذات الفائدة لك الآن